النهاردة حبايبي اناعمل مع بعض من العيش الناشف اناعمل زلابية بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطعبها فعلا بيكون جميل جدا بتكون طرية كده من جوة مقرمشة من برة وطعبها فعلا بيفرقش خالص على الزلابية اللي احدى بنقبلها اللي اتوا طبعا يعرفين الطريقة بتاعت فدي طريقة سهلة وبسيطة وطريقة سهلة واقتصادية جدا اللي احدى نقبل بيها زلابية وفرح اولادنا وحلويات كده يعني تعملي كده حلويات كده سريعة التحضير تفرحي بيها اولادك تبعيني حبيبتي كده لرهاية الفيديو ما تنسيش كده اللي انت تصلي على رسول الله كده في تعليق عشان يبقى صادقا يا جارية اللي هي وليك ان شاء الله تابعوا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اخوتي وحبيبي في اللي في قناتي على اليوتيوب اسرار الطبخ الاحترافي بعد شيف حنان والرائي تعالوا بينا حبيبي نبدأ الفيديو الاول على بركة الله ونسلي على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام ونشوف هنحتاج ليه هنحتاج ليه هنحتاج ليه بتين جرام من العيش الناشف ممكن تستخدمي العيش الفينو او العيش البلدي يا فأنا هستخدم باقيكم العيش الايه البلدي يا وزا ما انتم شايفين هستخدم بتين جرام وطريقة ديت ان شاء الله كده تنلقي عجبكم هنا بقى ايه هنحتاج لمية سخنة عشان اه تطرب على العيش طيب انا استخدمت قد ايه مية انا استخدمت تلات كبيات مية طبعا انا كنت بحط المية اه واحدة واحدة اه زا ما انتم شايفين ايه دلوقتي ايه وطبعا في اضافات تانية هنضيفها عشان تخلي الزلابية معايا كده اه جميلة ايه جدا ونفس طعم الزلابية اللي احنا بنعبلها من اه من الدقيق يعني وحكون طعمها فعلا جميل جدا هنا طبعا خطوة المية اضافة المية السخنة دي انا كنت بسخنة مية على البتاجاس فحلة فعشان تطر معايا العيش فبحط المية واحدة واحدة لحد العيش كده ايه ما يطرق معايا اه بعد كده هات يعني هي كل المية اللي انا استخدمتها الميتين جرام من العيش الناشف خدوا معايا ثلاث كوبايات كنت باضيفه بواحدة واحدة اه بعد كده هات هيكوبال بقولات بعالة اه هنضيف اه ثلاث بعالق كوبار من الدشا عشان تديلك كده الارباشا اه لما تيجي تاكليها تاكلي الزلابية رسلية وسيستخدم اه يعني بالنسبة بقى للجرامات على يبقى يعني مية وخمستاشر جرام كده من الدقيق ا اه الدياي اه انها دقيق اى اي دقيق عندك دقيقة عادي لا مشارطة او دقيق حلويات مش هتفرق يعني ايه مية وخمستاشر جرام دي ايه بالمعلقة يعني ست معالق كبار من الدين. اه نقطة انا بعد العيش ما طرى كده معايا اه جبت الخلاط وحطيت فيه العيش الطري اللي انا طريته يعني العيش النشف اللي انا طريته بالمية وازاي ما انتم شايفين عشان الخلاط بس يمشي معايا فضفت بقى ايه اه شوية مية صغيرين فهيبا كده اه خدوا معايا بالزبط تلت كوبايات من المية. اه طبعا بنقلب بالمعلقة كده وبعد كده بنضرب لحد ايه ما العيش كده يكون اختلط ايه كله. اه وبعد كده بنفضي بقى في العلبة زي ما انتم شايفين ده ونبدأ بقى لنا نحط له بقى ايه الاضافات. اه الاضافات ديات بقى ايه اللي هي طبعا هتحسن ايه هتخلي اه تدي طعم كده للزلابية زي ما انتم شايفين. هنا جبت شوية مية بقى يصغيرين يعني اخر حاجة ربع كوبايات مية عشان اخد كل اللي في الشفشة يعني. اه فدول كده دفتوهم يبقى تلاتة وربع يعني كده. زي ما انتم شايفين. نعم. طبعا كنت بحط المية واحدة واحدة لحد ما الاجمالي كله يعني يعني تلات كوبايات وربع يعني. فحسيت في الاخر اللي العاجلة كانت محتاجة يعني تتزود سنة مية فزودت. فالوقت انا حطيت تلات بعلي كوبار من الدشا. وبعليها صغيرة بليالة كده من البيكن بوضر. وبقى اللقبة. وبعد كده هنبدأ بقى انا نحط زرة ملح. وعنبدأ برضو عيبة فيه برضو اضافة برضو عن ضفة اللي هي الفانيليا. وبالنسبة بقى للدقيق. حيبقى يعني ست معالق. ست معالق كوبار كده من الدقيق. زي ما انتم شايفين. نعم. طبعا بتحط الفانيليا عشان تخلي الطعب بتاعها يكون حلو. بنحط بقى ايه تلات معالق كده من الزيت. انا طبعا المكونات ديات انا حكتبها لكم في صدوق الوصف عشان ايه تبقى سهلة بالنسبة لكم. هنا بقى ايه بنحط 115 جرام من الدقيق. يعني ست معالق كبار من الدقيق زي ما قلت لكم. وبنقلب بقى كده. وطبعا كده بقت المكونات كده جاهزة معي. طبعا في بقى ايه حاجة كماء ده. هلات انا بزود عشان الكوبار الزغيرة دي كانت بتاخد اربع معالق. فانا جبت معالقتين كمان يبقى كده ست معالق. وحطيت الفانيليا. وطبعا ايه حطيت معالقة صغيرة كده من الخميرة الفورية. اه زي ما انتم شايفين ايه حبيبي. اه. هو طبعا الخميرة الفورية ديت يعني ممكن تدفيها ممكن بضيفها اش. لان اللي عاجينة كده احنا حطنا لها معالقة بيكن بودر. وهو يعيش يعني بيبقى دخله خميرة. فلا عايزة تستخدمي عنها فممكن تستخدمي عنها. اه بس انا حبيبيت ايه احطها. زي ما انتم شايفين بس ايه العاجينة بس تريح شوية. وبعد كده بنجيب بقى ايه فنجال كده او طبق يكون فيه شوية زيت. وبالمعالق اللي هي المعايق. بنسخم بقى الزيت اللي انا عن حمر فيه. اه وبعد كده بنحط المعالقة كده في الزيت. تحطيه في زيت او في مياة. يعني ممكن تبلا المعالقة بزيت او بمياة. وبعد كده بنبدأ نشكل كده هوا زي ما انتم شايفين. طبعا الزيت بكون مسخناة وبعد كده بابدأ بقى ان انا بشكل الزلابية كده زي ما انتم شايفين. واه اول بتاخد لون دهبي فببدأ اللي انا ايه بقلبها ايه على طول. لا. قبل ما تتحمري الزلابية كلها فاعملي اختبار كده في واحدة او اتنين. لا. عشان تشوفي تشوفيها كده يعني آآ آآ عجنتها مزبوطة آآ مثلا لو خفيفة من جوة معاكي خالص فمسلا آآ بمكن تزاوديها آآ حابة دي صغيري. لا آآ كده فاعملي اختبار آآ في اتنين تلاتة كده في الاول. لا. وشوفيها شوفي العجينة كده آآ كويسة. يعني هتحمري بقى الزلابية كلها ولا ولا هي العجينة محتاجة آآ سنة دقيق كده اوات فا لو بسند آآ الميا زيادة فهتكون محتاجة سنة دقيق لان ما تيجي تحمريها هتحس اللي هي كده ايه فاضية من جوة فا ديت بس ايه التكات ديت بس تاخذي بالك ايه بدها. فا انا عملت اختبار كده اوات بعد معجلت العجينة معكم وعملت اختبار في كم واحدة فا لقيت اللي العجينة بقيت مظبوطة كده وتمام معي فا قلت بقى لان ايه احمر ايه احمرها كلها بقى. فزا ما انتم شايفين ببدأ بقى اللي انا بعد بشكلتها بقلبها على الوش التاني عشان تاخد لون دهبي وبعد كده بانطلحها. آآ فهي مش بحتاجة لانتي تطلعيها وترجعيها تاني للزيت مرة تانية. عشان تقرمش معك هي بسافت بقى بنحمرها وبانطلحها فا هي بتكون آآ يعني تمام يعني هي بتكون مقرمشها وتمام يعني. بس انتي لو حابة تزاودي القرمشها بتاعتها شوية فبتطلعيها وبعد كده بتسيبيها لما تبرد وبعد كده ترجعيها تاني ايه لزيت لو انت حابة يعني بس انا برجعتها يعني انا انا شكلتها كده وقت وحمرتها. هنا بقى جبت كوباية كوباية وفيها حابة مية وباوريلك برضو اللي انت بمكن تحطي برضو المعلقة في الكوباية في شوية مية وبعد كده بتبداي اللي انت تاخدي برضو من العجيلة وتشكلي لو مش عايزة تحط المعلقة في زيت يعني وبعد كده بنقلبها كده لما بتاخد لون دهبي وبنقلب وبعد كده بطلحها فحنكمل انا بقى ايه طبعا انا بس حبيت اللي انا اشارك معاكم كل حاجة يعني خطوة بخطوة عشان لما تعمليها تنجح معيك وان شاء الله كده ان شاء الله كده لما تجربيها الطعم بتاحها يعجبك جدا. يعني ممكن تعمليها بالعيش البلدي اممكن تعمليها بالعيش الفينو. العيش الفينو اللي هو الابيض ده. فزي ما انتم شايفين ايه حبيبي طريقتها سهلة جدا وبسيطة. يبقى نقول لكم المكونات تاني يبقى انا كده استخدمت 200 جراء من العيش الناشئ. وبالنسبة للمية كلها على بعضيها يعني ثلاث كبيات وربع كده من المية السخنة. فانا ما حطيتهمش مرة واحدة. انا حطيت المية واحدة واحدة. وبعد ما ضربت العيش طارع كده وضربته فخلات كده بعد ما حمرت الزلابية كلها. جبت بقى علبة وبدأت اللي انا حطيت على فكرة ما حطيتش شربات كتير لان انا مش بحب الحاجة بسكرة جابت. فكل اللي انا استخدمته هي كوباية شربات اللي انا فضيتها عليها. وبدلها تقليبة. بس بها بس كده حوالي دقتين كده وبعد كده بطلحها. وحطها بقى ايه في طبق التقديم ورش عليها بقى ايه شوية جوز هندي كده هوت. زي ما انتم شايفين. وحنكمل لكم بقية بقية الايه بقية الايه بكاولات. يبقى متين جرام من عشر ناشف نقول تاني. ثلاث كوبات وربع كده من المياه السخنة. وثلاث معالق كبار من النشا. وست معالق كبار من الدقيق. مية وخمساشر جرام دقيق معالقة صغيرة من البيكن بودور معالقة صغيرة من الخميرة الفورية. ورشة ملح ورشة ايه ورشة ايه ورشة معالق من الزيت. هنا هوت انا زي انت بقى ايه بالجوز الهند. زي ما انتم شايفين. بتبقى بتبقى طعبها جميل جدا ان شاء الله كده لما تجربوها. انا دوقتي حقرب لكم الكاميرا لان اللون متاحها مش مش ظاهر كده من بعيد يعني. فده كده اللون متاحها زي ما انتم شايفين. واخدها لون دهبي جميل جدا. وده شكلها من جوا. ان شاء الله كده اطيق حبيبي لما تجربو الطريقة ديت. ان شاء الله كده الطريقة تنال اعجبكم. يعني لو عندك بواقي عيش. اعمل كده الفكرة ديت. وفرحي اولادك كده بحلويات جميلة جدا. ودي ما تفرقش خالص الطعب بتاعها زي الزلابية اللي احنا كده قام بالزبط. نفس الطعب بتاعها بالزبط. فااااااااااااااااااااا اتمنى انتم تكونوا استفادتما حبيبي النهاردة من الطريقة. وما تنسوش كده تشاركوني براقيكم في التعليقات. ولو عندكم اي سؤال ايض اسفسر اقولولي عليه. وشكرا بالمشاهدة. السلام عليكم.